بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين ازايك يا حبيبي عاملين اي رب تكونوا بخير دلوقتي زي ما انت شايفين كده هنعمل مع بعض اللي عيش القايزر او عيش للهامبورجر او اي حاجة اي مسمى بعد ما بتسموه يلا نشوف الطريقة ونشوف هنعمله ازاي كده هنا معايا دي كوباية لغن دافية نوع ما يعني مش سوخنا عشان ما تقتلش معك الخميرة هننزل بقى بمعلقة من الخميرة واربع معلق من السكر ندوبهم بقى كلهم مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه مش شرطة لو انت ضمن الخميرة بتاعتك مش شرطة تستنى من الخميرة تتفاعل وتعمل زي ما انا عملت كده على طول فضيتها على طول دوبت السكر وفضيتها على طول في البولة اللي هتعجيني فيها وننزل عليها بقى كمان كوباية من المية او لو عندك كمية لبن كفاية يعجينيك كله بلبن ولو من غير لبن هيمشي برضو شغال بس هنا انا محطتش عليه بيض ولا حطيت عليه اي حاجة هو اللبن بس هنحط اللبن هنا بقى دي معلقتين من الزيت اي زيت بقى زيت زتون زيت نباتي اي زيت عندك شغال برضو معانا معلقتين كده من الزيت واربع معلق من السكر والخميرة ونص معلقة ملح انا حطت هنا على الدقيق معلقة الملح ومعلقتين لبن بودرة بس اللبن البودرة اختياري يعني ما عندي كش ماشي ماشي نفسك انا عن نفسي انا بحبه في المعجنات يعني بحس براحة لما بقى حط اللبن البودرة في المعجنات لكن هو من غيره وماشي شغال هنعجن بقى كله مع بعض كويس ونشوف هنعمل ايه انا بقى هنا هافصل لان انا بحبها تشمر وانا بعجن ما عرفش انا عجن كده وكم بتاعي نازل فمش هينفع يعني ارفعه قوي قدام الكاميرا فلميت العجن يعني انا ده انا عايزة اوصل لك كل اللي انا بقوله ان انا خدت فترة من الزمن على ما وصلت لكده مش ان انا يعني لا كروت وكده لا اهم حاجة في العجن انك تخدميه وانا عايزها كده بصنا بورها لك ان انا بشيلها من الرخامة لزقة عايز الملمس ده مش عايزها اللي هي النشفة الجفة الليه سايبة ايديك لا عايزها تفضل ممسكة في ايديك وفيها سنة من التلزيئة كده زي ما بيقوله ده نجاح العجنة بصراحة نجاح القيزر بتاعك هنا بقى ده معاية زبدة بورها لك ان هي سايحة بدرجة حارة الغرفة مش اللي هي ايه يعني انا بقسطرها كده يعني دوب مش اللي هي سايحة سايحة على النار او اللي هي لأ معاك كده سيب معلقتين برضو من الزبدة ده معايا نص كيلوة من الدقيق يعني مش كيلو المكونات اللي نبتلك على نص كيلو دقيق هنا بقى برضو انا عشان هتشمر عشان تويت الزبدة بتاحت خالص بقى في العجينة وبرضو منمسها بيلزق في ايدك مش عايزها تبقى سيبه خالص معاك يعني تبقى سيبه ايدك لأ برهلك او تخبطيها بقى كده في الرخام على قد ما تقدري تعملي فيها الهوى بصي عاملة ازاي هتبقى ما شاء الله يعني احلى عيش كيزر هتعمليه وينفع الطريقة دي تعملي منها عيش فينو يعني دي برضو ماشي معاك في العيش الفينو انا كل ده بحاول اواريك ملمس العجينة وبوريك عاملة ازاي بعد ما خلصت خلصت كل حاجة عاجين والزبدة وكله وبرضو تمسك لو هي يبسة معاك او نشفق بعد ما حطت الزبدة وكلام من ده تسيب ايدك لكن انا عايزة فيها سنة التلزيقة يعني حاولي انها تخليها كده هتمسحي ايدك بقى كده بالزيت وتحطيه على وشها عادي خالص عشان ما تمسكش في الكيس لان هي طرية هتغطي وشها بقى كده بورق بتاع الستريتش باي حاجة عنديك بقى شما تلزقش وما تعملش طبقة يعني معاك وتسيبها بقى لحد ما تخمر ممكن بقى تحطيها تلف فيها كويس في مكان دافي في فرن في انا ممكن ساعت بقى مستعجلة هحط ميا مسلا سخنة او مغلية كده في بولة اكبر من دي ونزل دي فيها شوي خمس دايق عشر دايب كتير تلقاها اختمرت ورفعت معاكي وبقت زي الفل يعني منخدت شوقت هنا بقى هنسيبها تخمر شايف الهواء اللي بيخرج منها يعني خمرت وبقت تمامت تمام هنا بقى هنقطحها ونشوف هنقطحها ازاي ونعملها ازاي مع بعض هنا بقى بوريكي حجمها يعني ممكن تعمليها قدل قدل بيضا مرتين قدل برتقانها الصغيرة لكن او بالميزان هتبقى 100 جرام يعني انا شايفة ان الشكل اكتر شكل مناسب لحجم القيزر انك بتقطع القطع بتاعتك 100 جرام يعني بقى شكلها حلو يعني اللي مثلا تبقى كبيرة او من غير المعنى او تبقى صغيرة الشكل اللي كنت عامليه اللي انت شفته في اول الفيديو هتقطعي بقى الكمية بتاعتك كلها يعني نفسي يعني حول ايدك تخليها نفس المقاس مش هتعرفي مثلا ممكن تحط الميزان وتوزني هتعرفي خلاص خير وبركة بالبركة كده يعني حول تبقى تخليهم كلهم مقاس واحد وخلاص انا هنا عايز اقولك بابلي ايدي زيت مش مش دقيق خالص يعني تبلي ايديك من الزيت كده وتقطعي بها عشان ميتمسكش في ايديك بيخليها شكلها حلو معك ونعمة وحلوة عن الدقيق هنا اه باركي الزيت اهه تجيب برضو مسح من الزيت كده وتعملي ايديك به هو انت هتغبزيه بعد ما قطحتيه مش المفروض الكايزر بيتقطع ويتحط في الصاج بتاعه لما بيرفعه وندهنه وندخله الفرن لا بس تجربي الطريقة دي وانت هتعملي اطعم عيش كذا العملتين بس بس تحاولي تقفلي القفل بتاعها كده العجنة من تحت تقفليه كويس تقفليها كويس عشان ما تخمر وترتفع معاك ما تبقاش مفتاحة من تحت تاني لا يبقى الوش زي الظهر زي كله يبقى كله مزبوط الطريقة دي بقى تحفة في القيادة تخليه قلب معاك وتخلي شكله حلو لما تقطعيها كده نصين تلاقي المسام والفراغات بتاعيتها مش واسعة ومدية منظرة مش حيلة لا الطريقة دي هتبقى تحفة اخي بيزيها كده تبططيها تاني زي ما انت شايفة كده مسحت زيت في ايدك ولا هتنزق في ايدك ولا تنزق في الرخامة بتاحتك ولا في فرشة ولا في اي حاجة اهو وتحط على طول بقى في الصاج يعني ما تقطعيش وتحط في الصاج لا اقطعي على حاجة زي ما انا عملت كده اي صانية عندك اي رخامة اي حاجة هتقطع عليها وبعد كده تفردي زي ما شفت كده هتفردي وتلمي لو ما يحتاج نشافة ولا بيحتاج اي حاجة لان العجنة بتاعتنا ما شاء الله طريقة وحلوة حتى ملمسها ناعم كده وجميلة هتقطع تفردي وتلمي بنفس الطريقة دي كده واهم حاجة زي ما قلتلك تقفلها من تحت كويس انا مش عايزة افسر عشان ما تقوليش مثلا ايه انت عملت واحدة والباقي حتطيك كده عادة لا خبست قدامك واحدة بواحدة تاني تغبزي وتلمي تاني يعني فريدي خالص وبعدان لمي تاني انا هنا بقى يعني بعمل كل حاجة قدامكم مش مش حاجة بعملها من ورا الكاميرا ولا هفي حاجة من استخبية ولا مقدارية حتى لو غلطت في حاجة عادي قدام الكاميرا عشان نتعلم من اخطاء بعد بس مش اكتر انا هنا بقى غلطت في حاجة انا هنا بدي هنلوش معاكو انا المفروض ايه ان اوصل ده لتحت انا مش غلطة انا اصداها مش عايزة اطلع ريحة حلقة بتوصل الفرشة لتحت انك تدهني كله الصاج بتاعك هيتبلي معاك من الدهان اللي تبدي دهني وبيوشه بس انا مش عايزة كده بيطلع ريحة حرقان معايا وغير كده بتلاقيها من تحت القرصة بتاحتك من تحت مع الليمة مع الليمة مكان الدهان بتاعك لما ينزل فانا كده كده ده اصلا هيتقطع نصين فالعلامات دي مش هبان انت فاهمين حاجة اكيد انت فاهمين قصد ايه شايفينه النقطة اللي النازلة دي المفروض توصل بالفرشة الاخر خالص لما تجيبي ارضية الصاج انا مش عايزة كده مش عايزة الصاج يتبلي معايا ويطلع ريحة في الفرن وتبقى القرصة من تحت ايه زي اللي مع معمولة شوية كده مع حروقة شوية من تحت لأ مش عايزة كده خالص انت عايزة كده وصل بالفرشة للاخر فهمين النقطة دي انا بس حبيتها وضح لكم النقطة دي ده بقى شكله بعد ما خلص في الفرن اهو تح فروعة اطعم عيش هتعمليه وجربت طريقة دي وعلى ضمان تاني لو ما عجبكوش بعد ما تعملوه هتوه نهاكله انا شايفين عاملت ازاي ان شاء الله الفيديو اللي جاي هينزل لكم بعد ده طريقة الهامبورجر مرة وا واحدة اللي عيش عملتو عشان ما تقولش عليكم الفيديو عملت العيش وبكرا ان شاء الله هنزل لكم الفيديو الهامبورجر كامل هنا هو بعد ما حشيتو بس الطريقة هتنزل لكم بكرا ان شاء الله هعمل لكم بكرا اطعم هامبورجر يا ربي في فيديو كون عجبكو النهاردة ما تشتعملوا اللايك وتشتركوا في القناة مع السلامة